السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة ماذا يحدث الآن في مصر هل اقتربنا من ظهور شخصية من شخصيات آخر الزمان إحكاية صحابي مصر ملحمة الأسكندرية السؤال الأصعب أخنس مصر تعالوا نتابع مع بعض ونتكلم مع بعض في نظرة تحليلية أزعم أنها ستفيد الكثير من المتابعين تعالوا نبدأ الحلقة ونشاركها على جميع المنصات ونضغط بكسافة على زر الإعجاب لايك بارك الله فيكم أول حاجة عايزين نقولها الأحداث بتاعة آخر الزمان ومنها مصر من الأمور مصر من الدول الهامة جدا جدا في أحداث آخر الزمان أهمية مصر في آخر الزمان أن جيش الإمام المهدي النواه الأساسية منه من مصر كلام الإمام عليه أن مصر سند الإمام المهدي طبعا أبدال الشام عصائب العراق جنود اليمن من الاثناشر ألف اللي ذكروا في الأحاديث ولكن أزعم أن قيادة جيش المهدي ستكون من مصر ده ده اعتقادي وده ليس تحيز من مني يعني باعتباري أن أنا مصري وأنا عارف أن الكلام ده ممكن ما أرضيش حد ولكن أنا أحكم الروايات التي تتكلم في هذا الشأن ومن هنا تأتي أهمية مصر مجموع الحديث بيتكلم عن أجواء تسبق الشخصيات اللي تكلمنا عنها الصحابي والأخنس وملحمة الأسكندرية أجواء ذكرها أو ذكرت في كلام أهل الكتاب أجواء يغيب فيها العدل يغيب فيها المنطق يقصر فيها الفوضى ولكن الفوضى المقصودة هنا هو الفوضى الفكرية فيش أي نوع من أنواع إعلاء وتحكيم العقل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان الناس يعني ينزع الله من أصحاب العقول أو من زوي العقول عقولهم فهذه السمة الغالبة التي تسيطر على المشهد قبل ظهور الإمام المهدي وقبل ظهور الشخصيات التي تلعب دور هام جدا إحنا عندنا في مصر فيه رواية هامة اتكلمت ورواية صححها بعض أهل العلم وذكرت في كتاب نوعيم بن حمد أن فيه رجل هذا الرجل في آخر الزمان هيحكم مصر وهذا الرجل سيغلب على ملكه يعني هينزع منه هذا الملك وهنا وقفة قبل مكمل الحديث الرجل الذي سينزع منه هذا الملك رجل قوي ليس برجل ضعيف وده يخلينا نفهم اللي مين ممكن يكون حاكم قوي يقدر ينزع من حاكم الملك بتاعه دي اتأول نقطة وانا عايز اكتركز معايا قوي واضغط بكثافة على زر اعجاب لايك عايزين نوصل هذه الحلقة الاكثر من خمس تلاف لايك عشان تنتشر على اوسع نطاق ممكن انا هفتح ليك افكار وانت كمل الموضوع مين اللي يقدر كما وصفت الروايات يقدر يشيل الحاكم القوي اللي ذكر فيه كثير من الروايات انه من صفاتي انه جبار حاكم جبار مين يقدر يشيل دي اول فكرة ثانيا ان المؤثرات الخارجية ستلعب دور كبير جدا جدا في حسم الامر وفي الوصول لموضوع ملحمة الاسكندرية الرواية اللي بتتكلم ان فيه رجل يحكم مصر ولقب في بعض الروايات بانه اخنس مصر والاخنس هنا اشارة لمعاني كثيرة ناس قالوا الاخنس اللي هو يعني من المكر ومن الدهاء من الخبس يعني اختلفوا فيه معنى الاخنس هذا الرجل سوف ينزع منه هذا الملك فيذهب الى الروم والروم المقصود بهم في اعتقادي وركز اوي في الكلام بتاعي لان الروم يطلق على ممكن اوروبا دلوقتي امريكا دلوقتي ممكن روسيا دلوقتي ولكن السؤال الاهم عندما يغلب هذا الحاكم على ملكه فاين سيذهب يعني هيروح لامريكا ولا هيروح لأوروبا ازعم انه في هذا التوقيت في التوقيت اللي هيحصل الموضوع ده فيه هتكون امريكا بتتلقى ضربات وتترنح من ضربات الطارق من احداث كونية ومن حروب اهلية مجتمعية هتكون داخل امريكا فلذلك امريكا وشاركونة قلولنا رأيكم ايه بس يكون رأي مبني على ادلة الامريكا مش هتكون فيئة ان هي تغيث حد ابدا وعايزك تقيس لان الاحداث متوازية ايس على نفس القصة دي عندما يحدث الاقتتال ما بين الامراء السلاسة الديفنس الظهير بتاع الامراء واللي بيحكمه هيكون غايب عن المشهد بين قوسين امريكا لان امريكا هتكون مش فضية ان هي تتدخل عندها فيها اللي مكفيها ولذلك هتلاقي الاقتتال ما بين الامراء السلاسة واخد منحة انت عمرك ما شفته في حياتك لان دايما اللي بيخش يفض الاشتباك الطرف الاقوى الخارجي في كل الانظمة بتاعت سايكس بيكو فهتلاقي الطرف الاقوى غائب طيب مين من الممكن اللي يتم الاستعانة به في هذا الامر هذا جيدا هيتم الاستعانة بالنيتو هيتم الاستعانة بالنيتو النيتو دول اكتر ناس هيفضلوا موجودين ولهم قوام لغاية حروب الامام المهدي وحتى الروايات التي ذكرت يأتونكم في ثمانين غاية اي في ثمانين راية يعني ثمانين دولة وهذا الامر لا ينطبق الا على اوروبا فهذا الحديث اشارة ودلالة واضحة انهم هيفضلوا القوة دي هتبقى هتضعف ولكن هتفضل موجودة لن تدمر غياب امريكا عن المشهد هيخلي هيرجح الكفة ايضا كمان السبب الرئيسي في الخلاف اللي ممكن يحصل في هذا التوقيت من وجهة نظري كلمة السر في هذا الامر طلب سيطلب وسيتم رفض هذا الطلب طلب اقامة قعدة عسكرية خد بالك والقصة ملحمة الاسكندرية ونحية ابو اير والاماكن دي هو الموضوع ماشي في هذا السياق وهيتم رفض هذا الطلب والخناء الكبيرة الداخلية هتحصل ما بين بهذا السبب يعني بسبب موضوع الموافقة او الاعتراض او الرفض على اقامة هذه القاعدة ومن ثم ركز معايا سيغلب هذا الحاكم على ملكه وهيذهب وهيجيب معاه يرجع يجيب معاه الناتو وهتكون ملحمة كبيرة جدا جدا وهتبقى من المرات الحقيقية اللي الشعب مع الجيش هيكونوا ايد واحدة وفعلا هيصدوا هذا العدوان والعدوان مش هيبقى على اسكندرية فقط ولكن هيبقى متمركز في اسكندرية وهيبقى على جميع المحافظات وهيكتب النصر من عند الله لأهل مصر في هذا التوقيت اول ما تشوف الموضوع ده حصل اعرف ان صحابي مصر موجود وظهر لما تشوف الكصة اللي انا بحكيها لك دي اعرف ان صحابي مصر ظهر وموجود الان اخنس مصر السؤال الاصعب انا هقولك بمنتهى الصراحة فيه ناس بتتكلم وبتقول هل من الممكن ان يكون وانا جاوبت عن السؤال ده كتير على فكرة هل من الممكن ان يكون الرئيس بتاع مصر الان هو الاخنس الاجابة انا ثابت عليها ما ينفعش وانا قلتلكم في نهاية الحلقة لازم الضابط ده والضابط ده مهم جدا وفهموه جيدا لازم ان احنا لا نتصرع في اسقاط شخصيات اخر الزمان على شخص موجود بعينه ليه انت ما تعرفش تقلبات وتغيرات الامور مش يمكن مثلا احتمال ولو اني ارى ضعيف ان يحصل تغيرات يجي رئيسه يحصل معه الموضوع ده بعد كده مش ممكن يحصل ممكن ولا مش ممكن فالذلك لا تتصرع الا اذا رأيت بينا يعني ايه يعني فعلا رأيت ان الحاكم اللي انت مشتبه فيه فعلا خرج وجاب معاه النيت وحصلت من حامة الاسكندري خلاص يبقى تأكدنا اما قبل ذلك علشان محدش يطلع النهاردة في التعليقات يقول الشيخ بيقول ان الاخنس هو فلان ما حصلش محدش يطلع يقول الشيخ بيقول ان صحابي مصر هو فلان ما حصلش انا بقول الكلام هو لكي لا نكذب على بعضنا ودي مشكلة كبيرة جدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتبهوا جيدا لهذا الكلام ايها الاحباب بارك الله على جميع المنصات وباذن الله نحاول نكمل الكلام عن هذا الامر في اجزاء اخرى لو عايزين نكمل اضغط على زر العجاب لايك وقول لنا كملوا بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته